نبدأ أبو أم محمود إيدين إبنها على طول بتعرق بتعرق دي مشكلة زيادة التعرق في الإيدين وفي الرجلين وساعات كمان في الإبتين دي بنشوفها كتير إحنا دايما بنبتدي بحاجات معينة بتدهن مش كريمات هما بيبقوا عادة مادة بتدهن بتقلل العرق فدي عند بعض الناس بتبقى مفيدة ساعات على فكرة الشاي اللي بنقولهم أعمالوا شاي تقيل وبيتحط الواحد يحط إيديه فيها بحيث أنها تكون بيت شاي؟ لأ مش كريمات يعمل بقى يعني نعمل الشاي في المياه ندويبه في المياه حالة وتغلي الشاي كويس قوي وكده وبعدين المياه تبرد وكل حاجة وده انت يتقلل الشخص بيحط إيديه فيها شوية بتقلل العرق شوية حاجات دي كلها لطيفة دي كم مرة في الأسبوع الوصفات الحلقة؟ بس الوصفة دي مش بنستعملها كتير احنا بندي اللي هو الألمانيوم كلورايد دوت اللي هو المادة التانية دي بتركيبة معينة بنقولهم بالنسبة للألمانيوم كلورايد بتتبقى كل يوم أول أسبوع بعدين يوم بعد يوم تاني أسبوع بعدين مرتين في الأسبوع وساعدوا مرة في الأسبوع على حسب كل واحد هي تبقى تجرب مثلا الحاجات دي الأول لو كلام ده مجابش نتيجة مالهاش حل غير نحنا بنحقن بوتوكس تحت الجلد ودية بنعملها ببنجة موضعية يعني بنحقن الأول بنعمل تخدير للإيد وبعدين نحقن الإيد كلها بتاخد طبعا كمية بوتوكس كتيرة مش زي اللي بتحطي في التعبيرات وكده وده تنفع للأطفال عادي مش مدير للأطفال؟ هو سنه ما قالتش شن 12 سنة 14 سنة حال كده ينفع بس يعني طبعا الأول بنجرب الحاجات اللي أنا قلتلك عليها في الأول كل ده لازم يتجرب الأول ضروري فيه أنواع تانية بقى من العلاجات زي حاجة مش درجة قوي زي البوتوكس الآن أكتر حاجة بتستخدم في القصة دي البوتوكس لأنه بتقعد من 6 لتسع شهور